اشتركوا في القناة من مواقع التراث الاثري والثقافي والطبيعي من مختلف الدول من ضمنها مملكة البحرين وذلك على قائمة التراث الانساني العالمي ضمن 21 عضوا تشارك مملكة البحرين في اجتماع لجنة التراث العالمي الثالث والاربعين التابع لمنظمة اليونسكو المنعقد في باكو اثربيجان بصفتها احد اعضاء اللجنة والتي تمتد لثلاثة سنوات قادمة تشارك مملكة البحرين في اجتماع لجنة التراث العالمي كعضو ضمن 21 عضو في هذه اللجنة الحكومية الهامة التابعة لمنظمة اليونسكو وتكون عضوية البحرين اربع سنوات ونحن الان في السنة الثانية حيث استضفنا هذه اللجنة الهامة في البحرين العام الماضي وتستضيفها اثربيجان هذا العام تشكل هذه اللجنة عنصر هامة في تفعيل التفاقية التراث العالمي حيث تنظر في العديد من الملفات لإدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي وستنظر اللجنة في 38 ملف هذا العام يقوم المختصين في وفد مملكة البحرين بما رجعت هذه الملفات وإبداء الآراء التقنية والفنية حول إمكانية إدراج هذه الملفات ومطابقتها للمعايير والإشراطات اللازمة لتكون ضمنها القائمة اجتماعات موسعة ونقاشات مستفيدة حول إمكانية إدراج عدد من المواقع في مختلف بقاع العالم وفق ما ترتئه لجنة التراث العالمي والذي سيكون الوفد البحريني جزءا من صياغة واتخاذ هذه القرارات الدولية المهمة وجود البحرين عضو في هذه اللجنة يبرهن أهمية ما توليه البحرين من مسؤولية تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية التراث وأتى انتخاب البحرين بنسبة عالية في انتخابات اللجنة العمومية لهذه اللجنة قبل عامين دلالة على ثقة المجتمع الدولي بما توليه البحرين من أهمية في مجال حماية التراث وتطلع لمشاركة الأعضاء في هذه اللجنة تطبيق الاتفاق بما يتلائم مع الرؤى الدولية الحالية بتكريز مبادئ التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة المتابعة من قبل الممتحدة ملفات متنوعة تصل إلى حوالي أربعين ملفا لمواقع شهيرة سيكون لوفد مملكة البحرين نصيب المشاركة باتخاذ القرار المناسب لإدراجها على قائمة التراث الإنساني العالمي تأتي مشاركة البحرين في هذا الاجتماع الذي سيقام في باكو لتؤكد على حرص المملكة على المساهمة في رسم خريطة العالم التراثية وتعرفهم في الوقت ذاته على آثار البحرين العريقة خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر